الرئيس دائما ما يوجه بتوطين صناعة وقلنا كلمة التوطين يا سادة يا كرام وبالمناسبة كيفما حتى يراها الرئيس مش ان انا بصنع الورقة دي ما الورقة دي بتتصنع بماكنة السؤال بقى هو انا بعمل الماكنة اللي تصنعلي الورقة لو انا عملت الماكنة اللي تصنعلي الورقة يبقى انا كده عندي توطين صناعة وده اللي عايزه الرئيس هنا بقى تاخد دا وتروح على صناعة شديدة الاهمية ودي بيسموها دايما الصناعة المليارية او صناعة البليون وان بيليون دولر اندستري صناعة المليار دولار ليه؟ لانها صناعة قائمة على البحث العلمي ايوها صناعة الدواء توطين صناعة الدواء لتأمين صحة المصريين وعلشان مصر تحتل مكانها الطبيعي في مثل هذه الصناعات والابحاث مصر بلد العقول برنامجنا التاسعة وزملاء الاعزاء تجولوا داخل مصنع مستحضرات الاورام واحد من المصانع التابعة لمصنع اكديمة انترناشنال هيتم الاول مرة تصنيع ادوية الاورام الحديثة مستحضرات الاورام بشركة سيديكو والتابعة لشركة اكديمة مصنع اكديمة يا سادة هو مصنع من المصانع بتاعة مصر ملك الدولة المصرية واحد من اذرعها العظيمة والهامة والمؤثرة لتوفير وتوطين صناعة الدواء مصر اللي مش عايزة حد يتحكم لا فيك ولا في صحتك شوف التقرير الحلم طبعا اللي كان موجود عشان نوفر دواء مصري بجودة عالية يبقى متوفر للمريض المصري وللمرضى حوالينا برضوك من الدواء للشقيقة او الراغبة في الاستراد من عندنا الحلم ده عشان يبقى فيه امن القوم لان ده دواء مهم جدا بيمس حياة المواطنين ونخف الضغط في نفس الوقت على العملة الصعبة المسترادة لان الادوية دي غالت بواهزة السمن فبتبقى ضغط على العاهل سواء المريض لو هو هشتديه مباشر او عاهل الدولة اللي هي بتوفره له فاحنا الحمد لله نجحنا دلوقتي ان يبقى عندنا مصنع وجاري الفترة اللي جاية الانتاج عشان تغطية السوق المصري بدواء جيد عالي الجودة بسعر متاح للمريض سواء اشتديه مباشر او في المناقصات هيبقى برضو سعره هيبقى قلب كتير من سعر الادوية المستوردة احنا عشان طبعا شغالين في مستحضرات اونكولوجي اللي هي مستحضرات علاج ارامو كده فالما ترى الخامات اللي احنا شغالين فيها دي بتبقى خطرة خطرة على البناء ادم اللي شغال وخطرة على البيئة وبرضو عشان نحفظ على الكفاءة والجودة بتاعت الخامات او بتاعت العملية انتاجية اللي احنا شغالين فيها فاته هتلاقي المصنع هنا مجهز باعلى التقنيات في مجال صناعة الانكولوجي من ناحية ايه؟ من ناحية ان احنا المصنع عندنا مجهز اول حاجة بحاجة اسمها دي سبنسنج ايزوليتو او هو العملية الوزن بتاعت الخامات الموادية فعالة للمستحضرات بتتم في معزل تام ما بين البناء ادمي شغال وما بين العملية الانتاجية اللي بيقوم بيها احنا هنا في معامل الاورام معامل الرقابة على الجودة المعامل دي متخصصة بتحليل المواد الخام والمواد التعبئة الاولية والمنتج التام الصنع وكده احنا بنبقى مسيطرين على كل مراحل الانتاج فاحنا من اول ما بتبدأ المادة الخام تيجي بنعمل لها كل الاختبارات حسب الدستير الاوروبية او الامريكية ونتأكد انها مطابقة للمواصفات ونفس الوقت بنعمل المواد التعبئة اللي هنعبي فيها المنتج بعد كده بتدخل هي مراحل التصنيع المختلفة وبعدين بيطلع لنا المنتج التام الصنع بنبدأ نعمله عملية فحص تاني ونحلله ونتأكد من جودته وانه منتج آمن وسليم ومطابق للمواصفات التعامل مع المستعدر بيتطلب ان المواصف او العامل اللي هيتعامل مع البودر يلبس لبس خاص به يكون يحبي جميع اجزاء جسمه من الشعر الى القدم وبيبقى فيه لبس دابل جون هو جون اولاني او لبس الاولاني اللي يتعامل مباشرة مع اي مستعدر بغير البودر فيما يتعامل مع البودر هيتكل هذا الخصم او المعمل بيلبس دابل جون يعني يلبس لبس تاني فوق اللي هو لبسه جون تاني ليحبيه تماما من التعامل مع البودر اي دست تأثر على زحيته اشتركوا في القناة